ما إن استقرت عائلة يوسف مخلوف في منزلها الجديد الذي انتهت أعمال بنائه قبل سنتين حتى هدمته سلطات الاحترال الإسرائيلي محولة ساعدة العائلة إلى ركام هذه العائلة ليست الوحيدة فعشر أسر أخرى في قرية قلانسوة بأراضي 48 هدمت منازلها تعرف جهدنا وكل جهد الإنسان بيحطه بمشان يبقى أسس بيت لابنه وولاده وأجب يوم وليلة من دون انظار ومن دون هذه الدار صلها مبنية مكسورة مجهزة وكل شيء صلها سنتين رغم الإضراب والخطوات الاحتجاجية التي أعلن عنها من مأسيرات وتشكيل لجان إغاثة للمتضررين لم يفق أحد من أهالي قلانسو بعد من صدمة الهدمة نظرا لحجمها وسرعة تنفيذها دون إعلام الأهالي أو بلدية القرية التي كانت تعمل لسنوات لتنظيم هذه المنطقة ونيل المصادقة الإسرائيلية على خرائط هلايكلية تجنبا لأي أعمال هدم محتملة معلوماتنا أن هناك محاكمات لأصحاب الدور المهدومة في شهر حزيران 2017 ولم تعطى أي فرصة لأصحاب هذه المنازل للتوجه إلى المحكمة حسب ما ينص القانون وحسب ما هو معروف عدد المنازل والمنشآت الفلسطينية التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي وحده زاد عن ألف منزل ومنشآت في عموم الأراضي الفلسطينية أحد عشر منزلا هدموا هذه المرة والحبل على الجرار إذ يخشى الفلسطينيون سواء في أراضي الداخل أم القدس من تكثيف عمليات الهدم كخطوة انتقامية لحكومة ناتنياهو ردا على الإخلاء المرتقب لمستوطنة عمون في الضفة الغربية وتخفيفا من غضب المستوطنين حيال ذلك من قرية قلنسوة في أراضي 48 بشر صغير التلفزيون العربي